أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلمات دياء رشوان أن مصر تبذل حاليا أقصى الجهود مع الشراكاء من أجل عودة الهدنة في قطع غزة ومدها لفترة أخرى وصولا للوقف الشامل لإطلاق نار فضلا عن الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية والإغاثية وشدد رشوان على أن مصر تواصل فتح معبر رفح البري بصورة دائمة وأن أية معوقات في المعبر تأتي من الطرف الإسرائيلي هذا ويواصل معبر رفح البري فتح أبوابه أمام دخول المساعدات وخروج المصابين ورعاية الدول حيث دخلت شاحنات مساعدات من بين 100 شاحنة جاهزة للدخول إلى قطاع غزة هذا وقد تخطى عدد الشاحنات التي دخلت للقطاع حتى الآن أكثر من 2300 شاحنة متنوعة يأتي هذا بينما استقبل المعبر اليوم 300 من مزدوجي الجنسية فضلا عن استقبال 11 مصابا فلسطينيا وأحد عشر مرافقا لهم